ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي نريد الصحيحة رقم 281 أشد الناس عذابا يوم القيامة الثلاثة من هم؟ أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة من هم؟ من هم الثلاثة؟ من يقول سليمان؟ الذي؟ نعم لكن أي نفس؟ لا جاء حديث في ذلك جاء حديث في ذلك من يقول؟ الأخ الوليد حياك الله أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة عندك جواب؟ طيب أبو الحسن هذا الأول رجل قتله نبي أو قتل نبيا الثاني إمام ضلالة ثالث وممثل من الممثلين هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود في الصحيح المصند للعلامة الوادعي وصححه العلامة الألباني أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة إمام ضلالة مبتدأ وممثل من الممثلين فهؤلاء أشد الناس عذابا يوم القيامة طيب فيض القدير شد الناس عذابا يوم القيامة نعم جاءت يعني جاءت هل ذكرها الشيخ رحمه الله نعم جاءت عن عبد الله بن مسعود إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون لكن بلفظ ثلاثة بلفظ ثلاثة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رحمه الله طيب في قول الله إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علي هذه الآية تتطابق مع هذا الحديث وبن إسرائيل هم قتلت الأنبياء هم قتلت الأنبياء فقتلوا جملة من الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق فقتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فأشد قتلة هي قتلة الأنبياء قال ويليه من قتل إماما أو عالما يأمر الناس بالقسط أي بالعد ويدعوهم إلى الله وينصحهم في دينهم العلماء العلماء ورثت الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما فمن قتل عالما أو إماما للمسلمين يأمر بالقسط ويدعوهم إلى الله وينصحهم فهذه هي المرتبة بعد مرتبة الأنبياء أما حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له في قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما هكذا عظيما نعم وأعدله عذابا عظيما هذه أمور عظيمة يعني الواحدة تخيف المؤمن وكيف إذا جمعت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما قال وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمن عمدا الخلود في النار والخلود هو المكث إلا إذا استحل القاتل فإذا استحل القاتل قتل النفس التي حرمها الله فيكفر بمجرد الاستحلال لكن من قتل بدون استحلال فهذا هذا يعني مخلد والخلود هو المكث الطويل هو المكث الطويل وهذا يعني وعيد والوعيد إخلافه كرم بخلاف الوعد بخلاف الوعد هناك كلام كثير حول هذه الآية قال رحمه الله هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانا ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوة نعم هذا سيئتم إن شاء الله من نفوذ من نفوذ